اشتهر رافئيل نادال المفضل لديه ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو سؤال عادي في العقد الأخير ويختلف حله بالاعتماد على من يجيب عليه بالنسبة للبعض فإن ليونيل ميسي هو الأفضل حقا بالنسبة للآخرين فإن ميل كريستيانو رونالدو هو من يتمتع بدرجة استثنائية ويعمل به فوق آل أرجان تيناي آل حلالا يعتمد لقد شهد اللاعبان حقبه سواء داخل المجموعات التي لعبوا فيها أو داخل مجموعاتهم الوطنية يقول رافئيل نادال إن ميسي لاعب أفضل من كريستيانو رونالدو ليونيل أندريس ميسي يطلق عليه أيضا اسم ليو ميسي وهو لاعب كرة قدم أرجنتيني خبير يلعب كمهاجم وقائد لكل عضو مهم في دوري كرة القدم انتر ميامي والطاقم الوطني الأرجنتيني بدى على نطاق واسع كواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق فقد فاز ميسي بسبع جوائز بولون داور ووثيقة بستة أحذية إيو كولد وفي عام 2020 تحول إلى فريق بولون داور دريم حتى مغادرته النادية في عام 2021 كان قد أمضى مهنته المهنية الكاملة مع برشلونة حيث حصل على تقرير العضوية 34 كأسا إلى جانب عشرة القاب في الدوري الإسباني وسبعة القاب في كأس الملك ودوري أفطال أوروبا أربع مرات مع شئس حصل على كأس أمريكا 2021 وكأس لعلم نكرين الأقدم 2022 يعتبر ميسي هدفا غزير الإنتاج وصانع العاب مبتكرا ويحمل الحقائق عن معظم الرغبات في لوس أنجلوس 474 ومعظم التلميحات في لوس أنجلوس 36 ودوري أبطال أوروبا 8 ومعظم التمريرات في الدوري لسبيني 192 وكواب أمريكا 17 لديه أيضا أقصى قدر من الرغبات العالمية لرجل من أمريكا الجنوبية 103 سجل ميسي أكثر من 800 من رغبات المهنة الكبرى للعدوية وش ولديه الحد الأقصى من الأهداف عن طريق لاعب لعدوية واحدة على الجانب لآخر انضم قائد منتخب البرتغال كريستيانا وروان الذوى إلى نادي على النصر لسعودي لكرة القدم حيث قدم توقيعه في خطوة تاريخية لكرة القدم داخل منطقة الشرق الأوسط وقال النصر إن رونالدو 37 عاما سينضم في صفقة حتى يونيو 2025 من المقرر أن يكسب رونالدو 75 مليون دولار 61 مليون جنيه استراليني بما يتوافق مع لعما فيال النصر بينما ينتقل أيضا إلى منصب سفير بعد نتائج مهنته باللعب في عام 2024 سجل كريستيانا ورونالدو 14 رغبة في 19 مباراة مع النصر لأنه أصبح عضوا في النادي الذي يتخذ من الرياض مقرا له بالكامل والذي يلعب داخل الدوري السعودي ألم واسمي